فيديو جديد من كوكب النهاردة هنرود على سئلة اولا بنحب نشكر الناس اللي بتتفاعل مع كوكب سواء بالمشاهدة او بلايك او بشير او بكومنت عندك مشكلة بنحاول نحلالك على بدا ما نقدر متشكرين التفاعل ده بيخلينا ان احنا عايزين نعمل اكتر واكتر وبيخلي الفيديوهات تيجي بشكل اسرع بيخلي عندنا كده قدرة او يعني شغف ان احنا نعمل فيديوهات جديدة فشكرا لكم انتو اساس في نجاح الموضوع ده ان شاء الله خش في اول سؤال وهو من فاضل بيقول انا غريقت في البحر قبل كده وعندي لوقتي فوبيا من البحر بص يا زي ما اتفقنا ان احنا لازم نكون متقنين للسباحة عشان ننزل في البحر فلو انت بتخاف من البحر بلاش تنزل لوحدك انصحك خلي معاك حد خبير في السباحة او بيعرف يقوم ينزل معاك وحاول تنزله كتير بحيس ان الراحبة دي تتشال ما تحاولش تاخد ريزك او ان انت تعوم جوه ما تضغطش ع نفسك وخلي الموضوع يمشي واحدة واحدة بس اهم حاجة يكون حد معاك بيعرف يقوم او بيعرف ينقذ بحيس ان انت هتحتاج وقت ان انت تزور الميا كتير بحيس ان الخوف ده او الرهبة دي هتتشال واحدة واحدة فالنصيحة باختصار انك تزود في زياراتك للبحر مع شخص زو ثقة لحد اما الثقة دي تنتقل من الشخص ده ليك انت يبقى انت عندك ثقة في الميا بس كده مسامح عمدي بيسأل بيقول عايز ابقى مدرب سباحة حلو جدا السؤال ده السؤال ده رده ببساطة انك تشتغل كل حاجة تتعلق بالسباحة لو انت عايز تبقى مدرب سباحة محترف لازم تبدأ من الانقاذ ثم التعليم ثم التدريب ثم تتخصص بقى تعرف تتعامل مع الاطفال تبدأ تقرأ تبدأ تاخد كورسات ودورات وتبدأ تقرأ في السايكولوجي بتاعة علم النفس بتاع الاطفال والكبار وتخش تقرأ في سن المراحقة بحيس ان انت طول ما انت مدرب سباحة هتبدأ تتعامل مع أولياء امور فلازم تبقى مطقن ده جدا هتدير حصصك فلازم تدرس ادارة او تقرأ في الادارة هتدرس كل حاجة هتدرس ان انت ازاي توجه وازاي الولاد ينتبهوا لكلامك وازاي تعرف تتكلم قدام الجمع وازاي كلامك يبقى بيجذب انتباه الاطفال والحاجات دي كلها فالموضوع ان انت عايز تبقى مدرب سباحة لازم تدرس حاجات كثير منهم اللي انا قلتها ومنهم اللي غيري هيقولها لك بس هو ده وانصحك ان انت تبقى مدرب سباحة الموضوع كويس جدا سامة ايوب بيسأل هل من الغلط ان انا اتمرن على حاكتين في نفس الوقت يعني مثلا انا هعمل رباط رجلين باك ويكاتشات حرة ولا لازم اركز في حاجة واحدة بس بصوا الموضوع محدش قال ان ده غلط او ان ده بيشاتت الانتباه الموضوع عادي جدا ممكن تتمرن على ثلاث مهارات حتى في نفس الوقت وفي التمرين عموما الموضوع بيبقى مقسم يعني ممكن تعمل بريست وممكن تعمل دولفن وممكن وممكن وبنصلح هنا حاجة وهنا حاجة وهنا حاجة بحيس ان الشكل النهائي للاربع سباحات يبقى كويس جدا فمفيش اي مشاكل لو انت خدت كذا مهارة مع بعض حسن بيسأل بيقول ازاي نتطمن ان مية البسين نضيفة ومش مضرة للجسم بصوا انت هتحس يعني هتحس من اللون ومن الريحة ومن طعم المية تحس ان فيه حاجة غلط لون المية يعني بيبقى مش ازرق بيبقى لون النقي شوية بتشوف لون البلاط او بتبص تعرف ان فيه بلاط يعني ما بتشوفش وساخة في المية الريحة مفروض مافيش ريحة مفروض مافيش ريحة لو في ريحة زي ده او ريحة الكلور اللي احنا بنسميها دي ريحة تانية خالص هنبقى نخط للكو لينك في الديسكريبشن لده حيح عامل فيديو عن كده واحمد الناظر عاملين عن البول في البسين وحاجات كده يعني ملهاش لازمة على سنة بتحس بيعني مش مستريح فبتحس ان المية مش رضيفة لو بتفتح عينك مش بتشوف بشكل ناقي او بتلبس النظارة ما بتشوفش يبقى المية مش جميلة نهلة بتسأل عايزة تعرف ازاي تنقذ نفسها بنفسها من غير مساعدة حد بص يا نهلة احنا شغالين في سلسلة تعليم السباحة للكبار يعني تابعي السلسلة هتظهر في اللينك اللي بيظهر هنا وان شاء الله داخلين قريب جدا هيبقى فيه فيديوهات لانخاذ النفس بس الاول لازم نتعلم السباحة واحدة واحدة بحيس ان لما نوصل لي مهارات انقاذ النفس يبقى احنا عندنا الصقة الكافية والكاملة اللي تأهلنا لكده بتسأل ضربات الرجلين عندي واحدة اقوى من واحدة بصي قدامك كزا حل اول واحد اننا ممكن نعد على البسين على طرف البسين ونخلي رجلين قدامنا كده واحنا بصين عليها ونبدأ نشغلها يا اما حد صاحبنا يبدأ يمسك لنا رجلينا ويطلع واحدة واحدة اهم حاجة ان احنا بنشوف او بنرسم مصار حركي لرجلينا بحيس ان يبقى عندنا قدرة ان احنا لما نشغل رجلينا واحنا مش واغدين بالنا يعني تبقى بتشتعل بالشكل الصحيح فالنصيحة انك تشغلي رجلك في وضع صحيح لمدة طويلة حتى لو مش في الماء يعني حتى لو احنا مثلا قاعدين على الكرسي قاعدين على السرير وفردين رجلينا في وضع مثلا السوبرمان او فردين رجلينا يعني وبنبدأ نشغل رجلينا حركة تبدلية كده بحيس ان احنا نشتغل على الحركة دي اتول فترة ممكنة بحيس ان دماغنا تتاقلم ان الحركة دي هتبقى لا ارادية وبنبدأ من اللي هو ان احنا رجلينا بتشتغل بشكل عشوائي الى حركة متقنة من غير تفكير خالص فنوظب على الحركة بشكل ممتزم بحيس ان دماغنا تتعود على الموضوع بس حسام عيوب بيسأل الرياضات اللي ابتدعم السباحة بشكل خاص انت مطالب ان انت تعرف العضلات العاملة في كل سباحة يعني مثلا لو انت عايز تبقى اقوى في الكرول او الحرة او الفريستايل يعني هتعرف العضلات العاملة مثلا زي الساعد والباي دي العضلات العاملة البايسبس والساعد دي العضلات العاملة في سباحة الحرة او السباحة الحرة هتبدأ لو انت مثلا تلعب عقلة فالعقلة بتساعد او بتقوي الساعد والباي يبقى انت كده لعبت الرياضة بتساعد ايه السباح بس فانت دور على العضلات العاملة في كل سباح وحاول تشتغل عليها في اي رياضة ان كانت لو كرة اليد مثلا بتساعد او بتشتغل عضلات العاملة للسباحة يبقى ده بيخدم السباحة هل عدم وجود ادوات سباحة لانقاذ غريق ده ممكن مثلا ان يخليك تنزل تخاطر بحياتك عشان حد او هل لو انا ما بعرفش انقذ بس بعرف عوم انزل انقذ لا احنا عملنا سلسلة فيديوهات مكونة من 4 او 5 فيديوهات بيتكلموا عن الموضوع ده بشكل كامل ان انت لو بتعرف تعوم ده مش مبرر انك تنزل تساعد حد لازم تكون مؤهل وبتعرف تنقذ حد عشان ما تخاطرش بحياتك ولو حاسس ان الموضوع فيه يعني شيم او عار او حاجة زي كده انت ممكن من فوق تعرف تنادي او تستدعي حد متخصص يعرف يجيب له المساعدة بدل ما تنزل وتبقوا ضحيطين بلاي لست دي هتلاقيها في اللينك اللي هيزهر هنا دلوقتي خش فيها ويفهم كل حاجة هتبقى خبير في القصة دي هل السباحة في المياه الضحلة بتعيق السباح وايه الفترة اللي ناخدها عشان ننقل السباحة بتاعتنا للمياه العميقة بغض النظر عن الخوف او الثقة الموضوع هو هو مدام انت مش طايل الارض في المياه الضحلة مش هتطلها في المياه العميقة الفكرة كلها ان انت مفروض مع التمرين البدني يكون فيه تمرين نفسي اللي هو انك ما تخفش لو انت مخفتش هتعوم في النيل هتعوم في اي حد هتعوم في البحر هتعوم في اي حاجة فمهم جدا ان انت تتقن المهارات الاساسية بتاعت السباحة ثم تتقن انك تبقى واصق جدا في المياه وتتقن انك واصق جدا في المياه دي لها مهارات مهارات بتسمى بمهارات الثقة في الماء ان انت ازاي تبقى واثق في المياه ودي لها تمرين هنتكلم عنها وتكلمنا عنها في سلسلة تعليم السباحةcorn فالموضوع هو هو بتنقل او متنقل شو دى حاجه برهاتك خالص المهم يبقى عندك مهارات الثقة في الماء لو عندك مهارات الثقة في الماء هتعوم في أي حتة فيها وسط ماء مصري بيقول لو رحت البحر وعمت وحسيت بفشل اعمل ايه اتكلمنا في الفيديو اللي فات بتاع الاسئلة انك هتضطر تعمل توقف في الماء انك تقف خالص بانك تعمل حاجتين يا تعمل عجلة بشكل مبسط وهنتكلم فيها وهنعمل لها فيديو مخصص يا اما تعمل طفوع الظهر لحد دمت يعني تسترجع قوائك وتبدأ تكمل او ترجع فالموضوع التكلمنا فيه قبل كده وهنعمل له فيديو مخصص ان شاء الله هديل بتقول هل ممكن للمرأة ان هي تتعلم سباحة من اول مرة الموضوع ما مالوش فرق بين المرأة والرجل يعني عشان بس ما نخشش في مشاكل قصة كلها ان انت ممكن فعلا ممكن تتعلم السباحة من اول مرة بس تبقى مطقن يعني انت ممكن تعمل سوبرمان وممكن تقف في الماء من اول مرة عادي جدا ممكن من غير محد يعلمك السباحة انت تعوم بس قصة كلها انك مش هتبقى يعني هتعم بشكل مجهد بالنسبة لك لان السباحة مهم جدا فيها الفعالية انك تبزي المجهود قليل وتمشي مسافة طويلة ده مش هيحصل الا بالتعليم الدقيق يعني مش هيجي من اول يوم ده مش هيحصل غير بالتدريب الطويل والتعليم الطويل انما انت ممكن تتعلم سباحة في خمس ايام ممكن بس هتقعد شكلك هيبقى عايم انما انت تتقعد تبزي المجهود قوي جدا من غير ما يكون فيه فعالية وانت بتحركش انا بعوم كويس جدا وبعمل الحركات كلها صح بس مش بتحرك فهي الفعالية او ايجادة السباحة وان الشكل العوم يبقى ازاي بالزبط ده هيقلل مجهودك ويزود فعاليتك او المسافة اللي انت بتعومها في السباحة سؤال من نسمة بيقول بعمل كل حركات اللي يقوف في المية وبحرك ايديا ورجلية بسرعة جدا والموضوع ما فيش حاجة برضو بغرق هل المشكلة فيها ولا في العمق بس يا نسمة تاني هنتكلم في موضوع الفعالية لو انا بعمل حركة ما بتطلعنيش لقدام او بعمل حركة ما بتخلنيش اطلع على المية فده عيب من الحركة الحركة بتتعمل الغلط مسلا مسلا لو انا بزوق المية الورا فطبيعي ان انا روح فين هطلع لقدام لو انا بزوق المية التحت طبيعي هطلع لين لفوق لو انا بزوق المية التحت بشكل مش كويس او بشكل مش فعال مش اطلع فوق فلازم نزوق المية او نعمل عجلة او نعمل او 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 بشكل فعال وده مشكلة الناس كتير بتقوموا بقوة جدا وانتي كمان بتعملي بعجلة بقوة جدا ولكن مش بفعالية فالحل ايه او القصة ان انت بيحصل ايه بيحصل ان انت ما بتطلعيش على المية ليه لان ايديكي و رجليكي شغالين بس مش بشكل فعال فنتعلم ازاي نعمل الحاجات دي بفعالية شكرا لكل الناس اللي بعتت اسئلة لو لايكم ما كانش هيبقى فيه فيديو النهاردة بنشكركم جدا وبنعتذر للناس اللي ملحقناش نرد على اسئلتهم لان عدد الاسئلة كامل عشان الفيديو ما يطولش ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هيكون اول اسئلة بتاعتكم انتم ما تنساش تعمل لايك ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب وطبعا لو عندك اي سؤال سيبه في كومنت بتاع الفيديو ده عشان الشهر اللي جاي ينزل السؤال بتاعك بالرد